السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بالتوفير الجميع ان شاء الله يبدأ بعضي قليل نهائي سباك ستة كيلو ناشئين البطولة العربية الستة عشرين لاختراك الضحية عمان الاردن سبعة ثلاثة الفين عبعة وعشرين بالتوفير الجميع المنتخبات المشاركة زي ما احنا عودناكم رجعنا مرة اخرى بعد تقلق كبير للمغرب والجزائر والاردن والسعودية واليمن ولبنان بالتوفير الجميع ان شاء الله يبدأ السباك بعد لحظات قليلة من سيفوز ويحصل على المدالية الزهبية الزهب للزهب ينطلق السباك بعد لحظات قليلة من سيفوز عندنا المغرب والجزائر والاردن السعودية لبنان اليمن من سيفوز انطلق السباك نهائي السباك ستة كيلو ناشئين البطولة العربية الستة وعشرين لاختراك الضحية عمان الاردن سبعة ثلاثة الفين اربعة وعشرين بالتوفير الجميع ان شاء الله زي ما احنا شايفين منافسة قوية جدا بين اللعيبة من سيفوز ويحصل على الزهب الزهب يلا يا ابطال عندنا اسامة ردوان من المغرب باطل قوي جدا جدا وعندنا محمد تكافي الجزائر من سيفوز وعندنا رائد سالم الاردن وهاشب حكيم كلهم ابطال بالتوفيق ان شاء الله بدأ السباك وكل اتنين لعيبة جنب بعض وهنشوف السرعة والقوة والتحمل من سيفوز ويهدي المدالية الزهبية لبلاده عندنا منتخبات قوية جدا شاهدنا منذ قليل نهاية سباك اربعة كيلو ناشئات اتفرجنا وشوفنا على القوة والسرعة في البنات عندك الجزائر والمغرب كانوا كمة الاسرار والتحدي اخر 20 متر وفاز بالمركز الاول المغرب والجزائر فاز بالمركز الثاني نرجع مرجوعنا تاني ستة كيلو نهاية ناشئات لما نشوف من سيحدي المدالية الزهبية لبلاده الابطال السعودية امامنا والاردن ولبنان امامنا رجعنا مير اخرى للكطار البشري الكطار الذي لا يوقف الا في المحطات الصعبة المغرب في المقدمة يا سادة كالعادة المغرب خمس لعيبة بلوك واحد ماشين رتم ثابت من سيفوز زي ما احنا شايفين المغرب في المقدمة المغرب حتى الان في المقدمة يليها جزائر والاردن بعدية والسعودية زي ما احنا شايفين يا سادة القوة والسرعة والتحمل الله على المغرب وحلاوة المغرب الله 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 في لعب قوي جدا اللاعب الاردني لعب الاردن لعب معاهم ولعب الجزائر منفسة قوية جدا بين العدائين زي ما احنا شايفين لعب من الجزائر لعب من المغرب لعب من الجزائر والاردن والسعودية يا السلام على القوة والسرعة والتحمل الله 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 بالتوفيق لجميع ابطال العرب الذين اشاركوا في هذا الحدث منافسة قوية جدا زي ما احنا عارفين القوة والسرعة والتحمل اللي زاكر خلاص يا سادة الله على السلام عليكم يا ولاد الله 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 الرتم السابت زي ما احنا عارفين القوة والسرعة والتحمل هما اسياد الافريقيا العاب القوة في جميع المحافل الدولية من سيفوز ويحصل على الزهب الزهب للزهب يا سادة والمغرب في المقدمة حتى الان والجزائر الاردن السعودية يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام زي ما احنا عودناكم في المقدمة حتى الان المغرب والجزائر لسا ماتش مخلص ماتش هنا واحد هنا واحد هنا حتى الان في المقدمة اربع العيبة حتى الان من المغرب يليها الجزائر تلحق بي الجزائر والاردن عامل شغل جامد في البطولة العربية الستة وعشرين الله 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 من سيفوز يا سادة زي ما احنا شايفين اللاعب اللاعب المغرب في المقدمة حتى الان الف مبروك للاعب المغرب المركز الاول بزمن 1848 والمركز الثاني ايضا المغرب 1856 والمركز الثالث بلا المحفوظ 1904 الف مبروك للمغرب المغرب حتى الان يا سادة في المركز الاول خمس لعبة في المركز الاول من المغرب الف مبروك للابطال هنشوف طبعا فرحانين بحصولهم على المركز الاول والثلاث ملاكز الثلاث ملاكز الثلاث ملاكز الاول في المغرب اول وتنوس اسف المغرب الله 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 الف مبروك لجميع الابطال الذين شاركوا في هذا الحدث سباك ستة كيلو نشئين وزي ما احنا عارفين وفاز بالمركز الاول المغرب والمركز الثاني الجزائر والمركز الثالث الاردن والرابع السعودية لسه زي ما احنا شايفين ترتيب الافطال اثناء دخول الى خط النهاية اللعب الجزائري طبعا بيقول لسه 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 هنشوف على السرعة والتحمل يا سادة لسه السباك مخلص بس النتيجة النتيجة محسومة النتيجة محسومة يا سادة طبعا الاردن عاملة مباراة قوية جدا يا والسعودية الله 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 بالتوفيق للابطال زي ما احنا شايفين امامنا منافسة قوية جدا زي ما احنا شايفين اللاعب الجزائر بيعمل فينش قوي جدا كان فينك من بدري الاردن في المقدمة يا سادة بعد مباراة قوية جدا حصل عليها الابطال المركز الاول المغرب المركز الثاني الجزائر المركز الثالث الاردن المركز الرابع السعودية بالتوفيق للجميع ان شاء الله لو عجبك هذا الفيديو اضغط لايك واشترك في القناة ليصلك كل جديد مع تحيات كابتن وليد عبدالغاني قلنا في التعليق ايه اللي انت عايزنا نعمل فيديو عنه الفترة اللي جاية تماما الشباب ویش وخد些 شباب شباب تشبب تشبي تماما احس passar كل جمع أم الان لأن دور على ام